هذا وتقدمت نائبة رئيس الامريكي كامالا هاريس على دونالد ترامب بفارق ضئيل في استطلاع وطني صدر الثلاثاء هو الاول من نوعه منذ انهاء الرئيس جو بايدن حملة اعادة انتخابه وتخطت هاريس بنقطتين ترامب بنسبة 44% مقابل 42% وفق استطلاع رويترز ابسوس الذي اجري في اليومين التاليين لاعلان بايدن الاحد انسحبه من السباق وتأييده ترشيح نائبته وفي استطلاع انجز الاسبوع السابق تعادلت هاريس مع ترامب بنسبة 44%